موجز الثالثة أهلا بكم استعادت قوات الأمن البرازيلية السيطرة على القصر الرئاسي ومقرية البرلمان والمحكمة العليا عقب اقتحامهما من قبل أنصر الرئيس السابق جاير بولسونارو وأعلن وزير الداخلية والقضاء أن السلطات ستوجه تهمة محاولة الانقلاب للمشاركين في الحادثة في وقت كشف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيولولادا سيلفا عن استئناف عمله الاثنين في مكاتبه ببرازيليا هذا وأدانت الجزائر بشدة عمليات الاعتداء التي تعرضت لها مؤسسات الدولة في البرازيل بيان عن الخارجية الجزائرية أكد أن الجزائر ترفض كل الأعمال التي من شأنها إطارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في هذا البلد الصديق كما عبرت الجزائر عن ثقتها بأن الشعب البرازيلي قادر على تجاوز هذه المحنة بسلام وعضف البيان ذاته أن الجزائر تؤكد وقوفها إلى جانب المؤسسات الشرعية ومساندتها للمصار الديمقراطي الذي أصفر عن انتخاب لولادا سيلفا رئيسا للبلاد والذي حظي بترحيب دولي كبير كما لقيت الاقتحامات في برازيليا إدانة إقليمية وغربية واسعة إذ اعتبرها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشائنة في حين أجمع الدول الجوار في أمريكا اللاتينية على وصف الاقتحام بمحاولة الانقلاب على الديمقراطية بقيادة جماعات فاشية على حد تعبير الرئيس البنزولي تعقد منظمة التعاون الإسلامية ثلاثاء في جدة اجتماعا استثنائيا مفتوحة العضوية للجنة التنفيذية في مقر المنظمة لبحث الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك ويأتي الاجتماع وفق بيان للمنظمة بعد التصعيد الصهيوني المتواصل الذي تشهده مدينة القدس المحتلة والانتهاكات المستمرة ضد المسجد الأقصى أبرزها اقتحام مسؤول في إدارة الكيان الصهيوني باحات الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال وضف البيان أن الاجتماع يأتي في ظل محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك أصيب فلسطينيان بجروح فيما اعتقل أحد عشر آخرون الاثنين في مواجهة مع قوات الاحتلال في بلدة عقابة شمال طوباص وفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الشابا أصيب في الكتف والفخض فيما احتجزت قوات الاحتلال فلسطينية آخر لعدة ساعات في حاجز الجلمة قبل تسليمه إلى إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في السياق اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني خلال الليلة الماضية وفجر الاثنين أحد عشر فلسطينيا في أنحاء عدة من الضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون للأجهزة الأمنية الصهيونية ختم الموجز الإخباري للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر